موسيقى السلام عليكم دائما مع معلومات الصباح بالنسبة للذين لم يفتروا بعد فالأشياء التي يمكن أن يتناولها الشخص في طعام الفطور هي يجب أن تكون قوية ويجب أن تكون فيها طاقة ويجب أن تكون نظيفة ويجب أن تكون حتى سهلة الامتصاص أو سهلة الهضم فالخبز الكامل أو حساء الشاعير أو حساء القطاني وزيت الزيتون فواكه الجافة مثل التومور واللوز والجوز وحتى شربة الخضر وحتى صلاة الخضر هذه ممكن أن يفتر بها الشخص يعني ليكون حصل على وجبة جيدة في الصباح لأن وجبة الصباح هي الوجبة القوية وهذه الوجبة يعني القطاني فيهم بروتينات وفيهم ألياف وفيهم أملاح معدينية وفيتامينات لأن زيت الزيتون فيه طاقة وفيه كذلك مضادة الأكسد وفيه الحمضيات الغير مشبعة جيدة لجسم عالياً هي طاقة نظيفة ثم يعني هذه الفواكه الجافة فيها ماغنيزيوم يعني فيها حمض الأوميغا 3 وفيها ذهون كذلك جيدة هذه الفواكه الجافة ثم حساء الشاعير فيه نشا والنشوية كلها جيدة في الصباح لماذا؟ لأنها تتحلل ببطع يعني مع الساعة الحاضية عشرة ومع الساعة الثانية عشرة يعني حتى لا يحس حتى بالجوع هذه الأشياء التي يمكن أن يفطر عليها الناس والمغاربة كانوا يفطرون على الحريرة يعني الحريرة في وجبة الإفطار هي يعني وجبة جيدة وطعام جيد في طعام الفطور لأن فيها قطاني وفيها نشويات وفيها يعني شيء من التوابيل وهذه كلها يعني أشياء جيدة في طعام الفطور نميل إلى معلومة أخرى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم شكرا لكم